جبهة العامرية تعد من الجبهات المهمة في مدينة حلب يقوم الثوار بصد تقدم النظام بكافة الوسائل الممكنة ونصب الكماء يرصدون تحركات النظام ويحاولون قطع طريق الامداد ساعين لتحرير الحي بالكامل نحن الآن على جبهة العامرية في حلب نرصد تحركات قوات النظام على طريق الراموسي وخشد تقدم قوات النظام والحمد لله لقد تم التصدي لهم منذ يومين حاول النظام التقدم مدعوما بميليشيات حزب الله إلى نقطة العامرية وتم التصدي لهم ولكن نحن غير قادرين أن نقوم بهجوم أو الاقتحام بانتجاه قوات النظام لأنه يوضع المدنيين كحماية أو درع أمن لهم ونحن لا نستطيع التقدم باتجاههم خشية أن تروح ضحايا من المدنيين ومن ضعف إمكانياتهم يستخدمون الحطب ليجعلوا من إبريق الشاي لذة الراحة بعد القتال والنقاش حول الاشتباكات الثوار بالمرصاد لتفشل محاولات النظام التقدم نحو الأمام ولا صوت يعلو فوق صوت الاشتباكات تستمر الاشتباكات على قدم وساق لتكون جبهة العامرية الجبهة الثانية المشتعلة بعد جبهة حندرات تخلو منطقة الثوار من المدنيين خوفا على حياتهم لأنها تعد نقطة اشتباك لكن النظام يجعل من المدنيين دروعا لمنع تقدم الثوار في الحياة نحن هنا في جبهة العامرية نحن نقوم بصد محاولات النظام لاختحام جبهة العامرية وعم نحاول نحن نتقدم عليه بس النظام عم يهيئ الناس دروع مدنية دروع بيحطه قدامه يعني كرمال من السلة اللي عنده بنضربون والحمد لله نحن صامدين وموجودين نحن بالعامرية إن شاء الله بإذن الله وعم نمنع تقدم النظام بأي شكل إن كان يعني بالمدبابات بالمدرعات بشو ممكن يكون يعني النظام عم يجين عليه نحن عم نقوم بصده الحمد لله ربنا دمار في الحي يدل على عنف الاشتباكات بين الطرفين والمعارك الطويلة المخاضة لمحاولة سيطرة أحد ما على الحي